مرحبا فيك وفيك. لو سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتراك وفعل الجلس ليو سلاك كل جديد. طاقتك انت يا برج الحمل. اه انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ. حسنا انه انت تكون حسس نفسك يوم بتكون ناسي هيدا الشخص. اليوم بتكون اه متذكره. يعني انت بين اه بتحس تقتلعت ومبسوط وسعيد. وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتعيد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا البعض منكم ازا انتم في انفصال. وازا انتم مع بعض انت حاسس ان مشارك اتجاه الشخص احيانا بتزيد اللفة عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفاته او اي شيء اه بيخليها تقل انه مسلا هو مهمل او اه متجاهلك ازا انتم في العلاقة ازا انتم منفسقين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة وانت كمان خليها تاركها لله تاركها بالحظ وازا في نصيب انك تلتقو مسلا راح تلتقو ازا ما في نصيب يعني ما قمن بالقدر وازا ما في نصيب انه ما تلتقو ما راح تلتقو. هيك انت. اه انت شاف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى او الحب اللي انت كنت بتدور عليه من فترة طويلة. وانت حابب تستقر مع هذا الشخص. عندك حب الى مش طبيعي واحتمال انه انت دخلت علاقة جديد. وكأنه الحظ لعب معك شوي. تيميلا لبعض منك. طبعا بعض احتمالات يعني لانه اكتر من شخص بيشاهد الكروعة. خلينا نشوف طاقته وزعلان جدا. انا مبين عندي طاقته هون كمان زعلان. وزعلانه بعيد في حساباته. وهون برضه عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها. من ناحية العلاقة. وزعلان عنك جدا جدا. هو حاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك اه اه هو زعلان جدا جدا. زعلان عليك. وفي طاقة مش مش مبسوط نهائي. يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس وادمان على شيء ما. اه عنده طاقة زعل. وهو عارف انه خسرك. هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك. هو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشع. اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله اه كان دائما انت مسلا تقدمه اه يرفض او هو يتجاهل. لانه هو عارف انه انت اه اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة. هيك هو كان ليتجاهلك. وهو هو قادر يصالحك عفكرة للشخص هذا. بس الزعل يمخليه انه ما ينتبه انه فيه طريقة ما يحلها المشكلة. ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة. وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل. هو بيحاول يطلب من الزعل بس هو مش قادر. واحتمال زعلان لان انت يمكن انت تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه. انت حاس المصير هو انت مصير كل اتنان تلت قوم مع بعض. وانت احتمال تكون حاس انه اه يعني مش صدفة انت لقاته انت لقاته لو انه هو كام لك هو نصك التاني. وانت حاسس انه هو نصك التاني. ويمكن تكون انت توقع ما شو علا? طيب. خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة طيبك. هو مش عارف كيف يفك هالازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك او لتبعده عنك. او انت اللي تبعدت عنه على فكرة مش خلت انت اللي تبعدت عنه. انت عطيتك الميتين وحملت حالك سكرت الباب وحطيت البلوك. اه سكرت ورائك وماء اتطلعت ورائك. انه انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة. لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحيس انه عمل معاك اكتر من مواقف. يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخدلان من ناحيته. وانه هو ضيع فرص كتير يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انه انت عطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت. انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت. فانت خلاص. زي فاضت فيك وحابب وحبت انه تفض هيا العلاقة وكل اياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو على فكرة الشخص هذا عقله عنده عقله صار اه ضغط في التفكير من ناحيتك انت. بفكر في الكلام اللي صار. بفكر في المبادرات اللي انت بادرتها. والتجاهل اللي هو عمله. كل اشي بيغيد في العلاقة من اول ما بلشته مع بعض في العلاقة. لحد ما انتهت العلاقة. لان انا شايف البعض منكم وحتى الاغربية انتو ان في انفصال تام. خليني اشوف ان الشخص هذا عقله كاد ان ينفجر من التفكير فيك. وانه متباعد. يمكن انت شايف انه متباعد. ومسلا انت بفكر ان هو ما بفكر فيك نهائيا. ولكن هو بفكر فيك اصلا انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر. الا بفكر فيك انت في العلاقة وكيف صار الانفصاله. وكل هذه الامور بفكر فيها. على فكرة انتو لازم يسير بينك تسامح. زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه لانه حاليا ضميره معزبه. وكمان هو بفكر في كل اشي صار بناتكو. يعني هم بيحكو لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكو لك انه انت لما تسامح هذا الشخص رح تعرف اذا هذا الشخص هو كان حبك من اللحظات انه تنسى القلم الي وجهلك هي هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص فيه لحظات معينة هي بتستكلك ان هذا الشخص كان يحبك لك هو شخص ممكن غير مدرك لا افعاله فقط يعني هو مش مدرك انه مثلا ازا اتجهلك انت راح تروح وما ترجع ازا مش مدرك ازا هو نشغل عنك وخلاك اخر اولوياته انه انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص وما كانش مدرك كل هذا اللي راح يصير لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس هو بحاسب نفسه بيانب نفسه بيانب ضميره لهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص لها فكرة مريض او بتعبان نفسيا من الانفصال اللي صار الشخص التعبان ومريض واحتمال انه داخل بحالة نفسية ايه خليته تارك اعماله تارك اشغاله ومقيد بس بفكرة انه انت الشخص ايه خسره بالنسبة ايه انت شخص خسره يعني من الانفصال فهم بيحكوا لك هون لازم يسير التسامح في هاي العلاقة التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هدا عمل فيه وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيد راح تصفح عنه وتسامحه وتدرك انه هاي الشخص كان يحبك لكن افعاله كانت تسفتلك عكس دلك هو كيف شايفك وليس شايفك بهاي الطريقة هو شايفك صامت وشايفك انك انت انفصلت عنه لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك انت صرحت له انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كابته جواك فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت وانفصلت عنه نهائيا التزمت بالصمت وهو شايفك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك راح ييجي وازا هو شر انه راح يبعده لانه شايف انه عندك روحانيات عالية جدا وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا عندك الحاسة السادسة كأنك انت حصل على هذا الشخص انه مسلا بيتلاعب تلاعب معي فانت صرحت له انت كذا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي او كيف يعرفك في نقطة زي حصل كشف حقيقه فهو شايف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق فهو شايف انه انت تقدر تكشفه لو اجع مسلا اتأسف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف لي اياه بعده انت راح تكرر الغلط اكتر اذا سمحتك هلا فانت كأنه عندك احساس اذا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معاك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل فهو عارف انه انت واضح او كاشفه انت كاشفه انت كاشف هذا الشخص هو عارف عشان هيك هو متخبي وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها انت شخص تكشف بالحاس السادسة بتكشف الاشخاص اللي امامك هيك هو شايفك انه انت صامت وفجأة بتهم وفجأة بتصمت وفجأة بتطع تحكي وفجأة بتصمت يعني هو شايفك انه انت مش متناقض لا انت زي ما تحس انه للشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا مش صحيح او انت مش صريح او انت مش واضح او انت في حركة مسلا ندالة من وراك او حركة غير صحيحة من وراك فهو شايفك انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفه كاشف كل خطواته او هو زحق بنفس بنفس الحركات اللي بعملها بكررها معاك فهو شايفك انه انت صريح وهو غامض انت كنت بالوقت اللي كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت كان لازم تكون فيه صريح هو الغامض يعني عكسك كان لكنه شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يومان طب هو كيف شايفك وكيف شايف شخصيتك هو شايفك انه انت مستقر مستقر ماديا او مستقر معائلكك مش شرط انه نحكي مستقر ماديا يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعط الجميع بيكرم الجميع لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا باحتمال انه انت مسلا موفق بشغل معين او اهلك مسلا ناس مرتاحين مادية وانت مسلا سعيد مع اسرتك من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك واحتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه اه موفر لك كل احتياجاتك الخاصة فمش شرط ان تكون انت يعني في ناس فيكو احنا لا نملك شاي انت بتملك راحة البال او اه تملك اخوة يخافوا عليك او اهل يخافوا عليك فهذا بيشوفه هو الشخص هذا بيشوفه انت يتملك اشي فوق يعني اشي اكتر من المال لانه كانت العشر مقود هو السعادة والروحة والرخاء والسعادة بين الاهل والاسرة دماغ تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت فيه زواج او كشف اه او صرحت له انه انت مثلا ما بتقدر تستغل مساء عن اسرتك او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة فيه انفصال طلاق او وفاة اه اه زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر معهم وانت وضحت له مساء انت ما بتقدر تستغلع عن اطفاله فهو شايفك مستقر عائليا وماديا واحتمال انه يكون انت مستقر اه اه معائلتك ومسلا اهلك بيحبوك اما بتحبك اختك اخوك يعني هادي هو شايفها انه استقرار بالنسبة اليك وهو شايفك انك انت شخص فما بعضت عنه استقريت دورت عاستقرارك بسرعة هو تفشر شخصيتك وشافك طيب جدا شافك شخص صغير لكن عقل وناضج وشافك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم وشافك هيك وشافك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة او لو حتى للشخص اذاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط يعني مش راح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة وهو شافك انه انت اه شخصية اه طيبة جدا هادئة نوعا ما وكمان شافك انه انت بتحب تقدم الخير لكل حواليك لكن اذا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم لي شفته استغلال انت راح تقطع معاه فورا انت بتقطع انت بتحبش حد يستغلك حتى لو انت طيب انت تحس اذا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا هو شافك هيك انت شاطر جدا ما عندك صغير في السن احتمال بس انا شاف انه في يعني لحظة اشوف فرق في العمر يمكن في فرقات بناتكم كما لكم في فرقات اه عادات تقاليد دينية بس مش عمر ما اعتقدش عمر ازا في بينكم بس سنينين قليلة بس اصدر شخص دعلينا عليك احساس نفسه انه خسرة لبرج الحمر خميني اشوف اعطيتكم من نصيحة بمنشق شو خطوطة شنو هي وشو خطوطة لحيزة هعطيتكم كمان نصيحة من الكارت للرومانس اللون شوف شو بحكولك انا راح اعطيتكم كنا ننكرر طيب تاك هنبرلك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات يعني انت لما فيه اه في طاقة احتمال الشخص هذا مؤثر عليك افكرة فيه طاقة انت بتجيك وبتأثر على نفسيتك لانه عشان هيت بحكي لك انه انت فجأة عندك كالة نفسية وبتحس حالك انك كالة هذا الشخص وما بدك اياه وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص دمالي طاقة هذا الشخص اه بتكون مؤثر عليك لدرجة بينهم بحكوا انه القمر هو مؤثر على طاقتك فيه دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على شكلك الخارجي فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جدر الطاقة اللي بيبعدها طاقة الزعل وطاقة الندم لهيك انت بتحس حالك ان فجأة مسلا انت مطيق هذا الشخص وفجأة بتحبه هيك بدون اي مبررات او مقاطمات فانت لازم تعمل تسامح لحتى انت تعرف وضعك في العلاقة هل بتحب هذا الشخص او لا يعني لازم تعمل تقييم اذا عملت تقييم لنفسك او مش اعطى مش لنفسك للعلاقة شفت السيئات تبعته وشفت الحسنات تاعته وقيمتهم بالضبط اذا شفت في الحسنات فيه شغلات ممكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك انت اكيد رح تعرف هل الشخص كيف كان نسبة اه مسلا الحب لك هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش بس تجاهل كان استغلالي اه كان مسلا علاقات متعددة انت رح تعرف من هال العلاقة انت لكن فيها اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك وهو عن جانسة علان عليه ولوهو شخص كان مسلا مستغلت فقط وانا مش شاف انه استغلالي لكن انا شاف انه عزبك نفسيا كتير لحت ما انت طهقت قلت له خلاص انا عمي مش لعب بديش الحب ولا بدي اي اشي فانت بتقدر تراجع بكل اشي صار بناتكو وتقيم هل هذا الشخص هو بحبك فعلا او لا عشان هيك قولت سامح سامح وبلش قيم هل هذا الشخص هو بحبك او لا طي انت بتعرف هاي قصتك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت بناتكو وانت بتعرف زي هذا الشخص بحبك او يعني هو مستغل لك فقط خلديني اشوف المشكلةة شكلها المكر هادة عن مignon زواج. اه انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صراحت ازا مسلا ما تزوجتني انا اه رح اقطع هالعلاقة. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلتو عن بعض. خلينا نشوف اه شخص هادا شنوية وشو الخطلة اللي راح اقدمها ناحيتك. طيب. الشخص هادا نوية انه يصبر عليك. ويزهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمان يكون عتكرا في فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمان يكون انتو من قرية اه عفان من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمان انت قروي او هو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه الكابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا ايذ. وشخص اه مسلا انه شخص الكنج افواند. يعني شخص الايجو عنده عالي. او دي فرجيك برياء او انه مسلا هو ما بيقدرين حياتب امام هالعلاقة. لا تكون انت مسلا رفضت تمثل عن زواج صابر. او انت كنت تزوج منفصل عن عن زواج. فالشخص هذا بيضو يزير لك بيضو يزهر انه هو اه خلينا اشوفها اكتب. انا شاب انه بيضو يرفع الايجو عنده بس. هذا نوعية. ويقعد رقبك من بعيد. ردات فعلك لما انت تشوفه اه مسلا اه هو مسلا اه ما انهزل العلاقة كلها او انه ما عندوش مشاكل انا تترك كفا هو بتشوف ردت فعلك. وتتحكش فيك يعني. حركة شاكة. نشوف. الشخص هذا يفرجيك انه هو سكر على الموضوع. وانه مش هامه ايشي. هاي الخطوطة. وانه الايجو عنده عالي لكنه مهتم منهار. لكنه بدي يفرجيك انه هو شخص سكر على الموضوع. بنسبة الى انتهاء الموضوع. وانه هو قادر انه يجاوزك. بس. يعني الايجو عنده عالي جدا من الشخص. مع انه بحالة لا يرسلها. يعني دي اكتر منك شو حادة رفرجيك وانه. طيب. هيك ناوي. طيب شو خط بطن من ناحيتك. الشخص هذا بتضيين هي مرحلة من القلم. الشخص هذا يخب عنك المضعبين. خطوطة وانه هي نفس الاشي. الشخص هذا بدي يعني. يعني بصراحة انه مش بدي يرجع. هو بدي يفرجيك انه ما صار فيه ولا اي اشي. بدي يخب ويعاني انت الشخص هذا. ويزهر لك بشخصية انه اه لازم يكون محول محول الكون بنسا انا. وانه مهتم في اعماله وانه حول اه ابتعادك عنه لنجاح. هو بدي يفرجيك بس يعني مش سيئة لكنه الايجو عنده عالي. كأنه بدي يفرجيك انه يعني مرحلة هو زي مرحلة انه بدي يفرجيك انه انت خسرت هادا الشخص لكنه عارف انه هو الخسرت. هو عارف قرارة نفسه عارف. لكن هو بدي يبين لك انه هو اه مسلا مرأة في حالة التعب هاي لكن هاي ما اتعبطه او ما ارهقته بس هو لساتة واقف عاجلة وما يكسر. وبدي يفرجيك انه هو اه انهل القلم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك. او مش من ناحيتك من ناحية نفسه. امامك تقط. يعني بدي يتخبى ورقناع. انه مشهور هو اه هو مسلا محبوب من العالم. وهو بواصل في نفسه. ومسلا انت هزد ثقة في نفسه. قلت له انت كزا وكزا وكزا. هو لا بدي يفرجيك العكس انه الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه. وهو مسلا شخص ملك. او كل الناس بتبص له وبتتفرج عليه. وبديقع تتفرج على الدات فعله. وهو بس الديعان لك. انه اغلق الموضوع. بس. ما فيش نواية انه يرجع حاليا. لانه هو حاليا تعبان. يعني هو في حالة الاكتئاب بعد الانفصال. يعني هو مكتئب بعد الانفصال. طيب خلينا نشوف الابراج. انه السرطان. وهذا بشوف الاسد. وكمان الجوزاء. حكمال يكون الشخص هذا الجوزاء. حكمال البعض منكم. وبرج العقرب. احتمال انتو تتعاملوا. مع برج العقرب جوزاء. اسد. وفقط. هلأ برجو لانها. اه شكرا انكم يا برج الحمل. نحكو لشيء الصدق في التعليقات. وهلا عن جد هذا الشخص انتو تركتونه نهائيا. لكنه مش طالع من بيتكم. انتو تحسوا حالكم انتو شفيتوا. لكن ترجعوا لورا. بتعود ترجعوا للذكريات. وترجعوا للتعب النفسي. وهلا عجبتكم الكرة او حطولي تحت في التعليقات.